افتتح الرئيس السيسي منذ أيام قليلة مشروع المليون ونص فدان في مرحلة الأولى وده كان في الفرفرة بالوادي الجديد تقريبا تم استصلاح عشر تلاف فدان ولا يزال المشروع مستمرا في بداياته ولكن اشمعنا اختيار هذا المكان بالذات ليه لوحة الفرفرة بالذات اللي ممكن يعود بالنفع عليه سواء على صغار المستثمرين صغار المزارعين وايضا كبار المستثمرين في هذه المنطقة وازاي ممكن شكل المنطقة يتغير تماما بوجود هذا المشروع فيها معانا النهاردة أستاذ أحمد علي الجداوي رئيس الجمعية التعاونية الزراعية للخير والنماء بالفرفرة سابقا نرجح سعيد فن نرجح سعيد فن اي اسباب اختيار الفرفرة بالذات لهذا المشروع بداية اختيار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمركز مدينة الفرفرة وتعمير السحراء الغربية لما فيها من ثروة مياه جوفية وخصوبة الطربة ووفرة الانتاج العالي لمركز مدينة الفرفرة محافظة الوادي الجديد التي همشت لفترات طويلة على مر العصور لكن كانت البداية وكانت اللقطة الأولانية لسيادة الرئيس أن يبدأ من هناك ومن تعمير السحراء كانت بداية صحيحة لاستغلال المياه الجوفية في تعمير السحراء الفرفرة قال فيها مجموعة من الأبرج جوفية تخلي أنه سهل للزراعة في هذه المنطقة أكبر خزان مائي في مركز مدينة الفرفرة الفرفرة تحتل المكانة الأولى في خصوبة الطربة الفرفرة الصحراء الغربية رغم أنها صحرة الفرفرة في العهد الفرعوني كان اسمها أرض المراعي لكثرة إنبات المراعي في عهد الدولة الأمبراطورية الرومانية كانت بتحتل المكانة الأولى في إنتاج الحبوب في عهد الدولة الإسلامية كانت بتحتل المكانة الأولى في إنتاج الطمر والزيتون وكان أهل الفرفرة في عهد الدولة الإسلامية كانوا بيأخذوا الطمور وبيأخذوا الزيتون ينزلوا بها لمنطقة أسيوت في ديروت الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بعمل طريق من الفرفرة لديروت يعني النهاردة اللي كان بييجي من جبل من بلاد أسيوت ومن سواج اللي كان بيجي الفرفرة كان بيمشي 800 كيلو النهاردة بيمشي 350 كيلو صلة الأرحم بين المحافظات يعني القضية ليست قضية زراعية في حاسب بل هي قضية زراعية وقضية صناعية وقضية بترولية كاملة متكملة مجتمع كامل بينشأ في مركز ومدينة الفرفرة إيه اللي ممكن يستفيده صغار المزارعين من مشروع زي ده ولا هو حيبقى الموضوع لكبار المستثمرين لا مش لكبار المستثمرين المزارع البسيط بقى ممكن يستفيد من ده أولا افتتاح هذا المشروع للخريجين والمنتفعين ولصغار المنتفعين وتطرح كراساته شروط ومن له الرغبة في ذلك فليتقد شروط سهلة ولا صعبة بالتأكيد هتكون سهلة وميسرة لسه ما استدريتش يعني بداية نهو تم الانتهاء من عشر تلاف فدان وتم العمل بداية العمل في العشر تلاف التانية يعني البرمات اللي حفرت الأبار في المرحلة الأولى تم الانتقال للمرحلة التانية بالفعل تمام المطلب الرئيسي من هيئة الاستثمار في المركز ومدينة الفرفرة علشان الفلاح البسيط فلاح الضعيف اللي هرب من ودي النيل من ضيق ودي النيل ومن قانون الملك والمستاجر هيئة الاستثمار تخدم الفرفرة ازاي ايه الخدمات اللي تعود من هيئة الاستثمار على فلاح الفرفرة اولا هيئة الاستثمار لها أرض في الفرفرة يعني لأخذ هيئة الاستثمار بالموضوع؟ لأن هيئة الاستثمار لها أرض في الفرفرة لأن هي الملكة الأرض هي سند الأساس للأرض وسند ملكية الأرض ليه يعني ليه هيئة الاستثمار تملك الأرض في الفرفرة هي هيئة الزراع الهيئة العامة للزراع دي ملكة الأرض هي جهة الولاية على الأرض طيب الأرض دي من الأطلاق و86 و90 هائرة الاستثمر لها أرض هنا الأرض اللي هناك لم يتم حتى اليوم تقنين وضع اليد عليه تم حفر البيئر عليه 300 فدان أو عليه 400 فدان ودي نسبة عالية على الرأي طيب النهاردة الفلاح اللي هرب من ود النيل ومن قانون الملك المستجر راح خض أرض هنا المستثمر اللي خد 100 فدان وخد 200 فدان وسجع الأرض وبعها لصغر المنتفعين ولصغر الفلاحين النهاردة الفلاح حائر ما بين الهيئة عايز يسدد ثمن الأرض الهيئة ما بتاخدش إذن الفلوس بتتراكم إذن بيحصل فوائد على الفلاح الفلاح عايز الهيئة تروح النهاردة أنت عندك كم فدان أنا شاري خمسة فدان وشاري عشرة فدان الهيئة تروح النهاردة تربطوا الأرض عليه وتقول له دي أرضك استلم أرضك أنت عليك خمسة جنيه اتفضل يدفع الخمسة جنيه اللي عليه عشان يبقى ملكة الأرض نمرة 2 صرف الأسمدة لصغار الفلاحين اللي خد الأرض باع الأرض للفلاح البسيط ومشي الهيئة النهاردة وجفته عن صرف الأسمدة الفلاح النهاردة اللي ما بصرفش أسمدة في الفرافرة بينتج جمح بتكفي يعني أكبر نسبة إنتاج للجمح وده كانت الأساس أصلا في خطة سيادة الريس هو رفع اليد عن السؤال وعدم الاحتياج لأي دولة وإن إحنا ما نستوردش من بره عشان يبقى عندنا دولة زراعية يعني كم نسبة الأمحة اللي كان بتخرج من الفرافرة يعني بالنسبة لإنتاج الأمحة في مصر أكبر نسبة أخرج على مستوى جمهورية مصر العربية أكبر نسبة إنتاج لأن الجمح محصول شتوي بيروي كل واحد وعشرين يوم بيروي من ست لخمس لسبع ريات حسب تربة الأرض بيأخذ أسمدة أقل من الأسمدة اللي مفروضة عندنا في بحري لأن الأرض في بحري افتخرت صحاته لكن الأرض في الفرافرة ما زالت صحة جيدة بيبقى عندنا فائد مياه في الشتوي فالناس بتزرح كمية جمحة عالية فعشان بيزرح كمية جمحة عالية الفلاح محتاج إيه؟ محتاج ما يكنه عنده معدات تشغله تكون تابعة لهيئة الدولة تحسين الأراضي مش موجود عندي لأن تحسين الأراضي بيجيلي من الدخلة أو بيجيلي من أسيوك عشان يجي عندي يمشي 800 كيلو لما يبقى عندي تحسين وعندي ما يكنه تحسين ده الأسمدة يعني لا التحسين ليه جرارات حرت الليزر الحفرات اللوادر لأن الطربة في الفرافرة الطربة اللي هي موجودة حاليا طربة ورقية بتأدي للانتفاش فعايزة شغل دائم فعشان يكون عندي شغل دائم لازم يكون عندي ميكانة عشان أساعد بها الفلاح إيه اللي وفرته الدولة بعد إعلان المشروع المليون ونص فدان من هذه التسهيلات الخاصة بقى للحركة قلته الميكانة وما إلى زيل إيه اللي وفرته الدولة؟ الميكانة اللي موجودة عندنا في الفرافرة تتبع التنمية وهو المشروع الأساسي اللي كان معمول في التمانينات للخريجي ولما التنمية بتخلص شغل عند الخريج بتبدأ تشتغل برا؟ بيكون الموسم هنا بدأ يكفز على الفلاح لا أنا عايزة أعرف المشروع بتاع المليون ونص فدان هل ابتدى يوفر هذا النوع من التسهيلات لإستصلاح الأرض ولا لسه ما حصلش؟ لا ده حصل بس دي للأرض دي دي للأرض دي يعني البيت ده بتاع فلاء أنا عايز ما يكانه تتبع كفة الأراضي وخاصة ممكن تأجيرها يعني وده مش متوفر بتيجي من الدخل حالك بتيجي من الدخل وبعدين حتى لو عندنا مايكانه هتبع الميكانه ضعيفة لأنه ما حدش بص للميكان أنا عايز وحدة بحظ رعي تقول الأرض دي تصلح تكون ري مطور أو ري حديث أو ري غمر يعني جاب لي مصدر قرار أعمل أبحاثي لأنه في أرض هناك بتقبل الرش بالبيفت زي المشروع اللي فتحوا سيادة الرئيس ده أرض رملية بتقبل للرئي الحديث والرئي المطور طب أرضي بتنتفش معي أبدأ أعليجها إزاي أعمل رئي مطورة عشان أخفض من استهلاك المي أنا فعلا عايز أخفض لأنه نهاردة نحن محتاجين لكل قطرة ميال الهيئة الاستثمار هتعمل إيه للفلاح الفرافرة النهاردة بينها وبين القيارة 620 كيلو هتطرح النهاردة 300 ألف فدان للمستثمرين فلاح الفرافرة النهاردة عايز يجدم ياخد 200 فدان أو ياخد 100 فدان يعني 10-15-20 100 فرد من المشروع؟ لا المشروع دي سكرة لا معلش حدريك فهي عشان كده تلخبط دلوقتي فيه المليون ونص فدان اللي أعلن عنه مسابة الرئيس أين؟ حدريك بتتكلم عن دول ولا بتتكلم عن بقية أرض الفرافرة؟ لا 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 عن المليون ونص فدان؟ عن المليون ونص فدان؟ هتطرح منها نسبة كامل المزارعين ونسبة كامل المستثمرين؟ هو هينطرع على ملقة 300 ألف فدان 300 ألف فدان؟ من المليون ونص؟ من المليون ونص والبقية المليون ونص؟ البقية المليون ونص ممز على محافظات ومش على الفرافرة بس إذا كانت الفرافرة حصتها مثلا 600 ألف فدان في عند دل واخد مثلا 50 ألف فدان أو 100 ألف فدان في شارج العوينات واخد طريق من الفرافرة لدخلها واخد أرض الأماكن دي فلاح الفرافرة بجا عايز يستفيد من اللي طرحه سيادة الرئيس هيستفيد منه ازاي؟ هي النسبة المخصصة الفرفرة كام؟ هي يقرب من 600 ألف فدان 600 ألف فدان؟ هيطرح منهم 300 ألف بس؟ ممكن انطرح منهم بلغة 300 ويخلص 300 ياخد غيره عشان إثبات الجدية وانا مديش كل اللي عنده سواء بقى ياخدهم مزارع سواء ياخدهم بقى مستثمر أي حد ياخد؟ طواء يضمن من الصغير يعني المزارع الصغير ممكن يستفيد كده ينزل مستثمر كبيرة يكون يسخط 300 ألف فدان؟ هي القصة تمشي ازاي؟ ممكن صغار الفلاحين اللي هم البصات خالص زي حالات بنشترك حوالي 20 فرد 30 فرد وننشئ جمعية أو شركة استصلاح أراضي ونبدأ نتقدم للهيئة بس أنا عشان أجي من الفرفرة ومشي 600 كيلو وأروح النهاردة هي تستصمار في القاهرة وأقدم تمنا عندي مكتب في الفرفرة في منطقة الكفاح اسمه الملكية والتصرف يدبع ولاية الهيئة الهيئة تخصص المكتب الفلاحين الفرفرة يطلع النهاردة يجدم فيه مين اللي عنده أرض استصمار في الفرفرة؟ 101 عندهم أرض تعال قنن وضعك الأول أنا عايز أجدم في المشروع الجديد بتاح سيادة الريس يبقى أنا أخذ أرض النهاردة بدل ما يجي المكتب يكون هو همزة الواصل ما بين فلاح الفرفرة وما بين القاهرة ده اللي أوصى به سيادة الريس لما قال 3 جمل الجملة الأولى قال إحنا بنسابج الزمن وده اللي حصل على أرض الواقع الجملة التانية التعامل من شباك واحد وده المفروض اللي يحصل ويتنفذ يعني تسخير وتزليل كافة العقبات أمام أهالي مركز ومدينة الفرفرة لتيسير الأرض دي لأن اللي راح الفرفرة من سنة 1994 عارف جيمة الفرفرة شكلها إيه اللي لسه هيروح الفرفرة النهاردة بيفكر يطرى لي يا بيت هناك يطرى الجو هيعجبني رغم أن بعد افتتاح سيادة الريس كمل اتصالات وكمل تليفونات وكمل رجال الأعمال ومن المستثمرين عايزون يروح الفرفرة لأن كانت إشارة البدء الإشارة الحقيقية ذهب سيادة الريس ورؤية العالم الافتتاح ده مشروع أمن قوم المصر مش مشروع عادي كده حتتزحم والله يا أستاذ محمد دي كانت رائعة الجمال دي كانت بكر كده وجميلة إحنا في تلتم مساحة مصر إحنا في تلتم مساحة مصر ده نظر بطرق تستجم هناك بقى روحت حاجة بنورة الجمال يعني والخيال بطراحة حتى سياحيا حيب كان رائع الجمال وفي أماكن تكوينات صحراوية رائعة وتكوينات وبحيرات وحاجة جميلة يعني ليه إحنا لما جينا في قناة السويس كان كافة جهود الإعلام مسخرة ومزللة القناة السويس في ظل أن الفرفرة النهاردة ترفع سهم الجنيه في البرص الفرفرة ترفع سهم الجنيه في البرص لو إحنا زللنا مراكز الشباب على كافة المحافظات بعمل رحلات الجامعات المصرية سخرت جهدها النهاردة لدعم المشروع إحنا ما بندعمش مشروع في حاس إحنا بندعم دولة مشروع قومي للبلد بأكمل أنا عايز أعرف إيه نوع الزراعات المفروض يتم زراعيتها في هذه المنطقة وإيه هي أهم الزراعات أنا سمعت بها حاجات نبات الججوبة الججوبة والجدروفة بالنسبة للأمح أولا أرض الفرفرة أرض الفرفرة تحتل المكان أقولها في كافة الزراعات ما فيش زراعات مهما تنزرعش في الفرفرة كافة أنواع الأشجار إيه المخططة هم أعلنوا على الحاجات المخططة اللي هي مفروضة يتم زراعيتها هم حاليا في المشروع في المشروع زرعين جمح شعير أشجار أشجار أه أه والمتوقع يكمل في البعض هو نفس الوتيرة ألف أسوأ موسيم إحنا عندنا صيفي نيلي شتوي صيفي ده ليه زراعات النيلي ليه زراعات الشتوي ليه زراعات الججوبة ده حضرتك الججوبة والجدروفة دي نباتات زيتية عبارة عن أشجار احنا ممكن نستغلها في ايه أنا عندي صرف في منطقة أبو نص اللي هي قرية النهضة عندي صرف في اللي هو صباح الصرف ده أرض زراعية مطلعة نسبة مية بدل ما أخذ نسبة المية وارفعها وحطها في الجبل أخذ الأرض دي وأقول لي الفلحت على أخذ المية دي وإزرع نبات كذا وأنا هاخده منها الحكومة تبدأ أنا مش هستنى شركات تيدي أنا عندي حكومة النهاردة ما شاء الله جادرة وتقدر تعمل نبات الججوبة والجدروفة الكيلو في الزيت فيه باربعين وبكم واربعين وبسبعين دنيا برا الشجرة بتجيب مثلا طرح تلتميت مثلا تلتميت وزن تلتميت كيلو حبوب بتطلع مثلا خمسين كيلو زيت أربعين كيلو زيت يبقى الشجرة دي هتخش مثلا في خمسمونة دنيا بتطلع الفلاح كذا الفدام بياخد خمسمونة شجرة يبقى فيه مثلا حوالي خمسة وعشرين ألف دنيا في الحصولة النهائية بتاعت النبات يبقى أنا مهضرتش المية يبقى أنا حفظت عليه عندي بركة مية في الدخلة تستغل الصبح وبديم معالجة لأن أشجر الججوبة والجدروفة بتقبل أي نوع من ألواع المية وبرغم ذلك ما بتاخدش مية كتير يبقى أنا استغلت وعملت مخطط صح للفلاح في الفرف بس أنا كان نفسي والله الأرض كلات الزرع أمح عشان عشان ده أمن مصر القومي بصراحة أعلى نسبة في الشتوي على مستوى مركز ومدينة الفرفرة هي زراعة الجمح لكن إحنا عايزين نعمل تشكيلة عشان ما يبقاش الصفرة كلها واحد التشكيلة تأتي إزاي لا الصفرة عايزة عايش بصراحة ماشي الصفرة عايزة عايش ماشي ما أنا عايزة عايش وعايز مع العايش سكة عشان أحل بعد العيش مش لازم المهم أكل لقمة العيش طي أنا النهاردة أكلها من عرق جبين طي أنا نهاردة أو جايبة بالفلوس أو جايبة بالبتاع ده السوس فيها أو كده طيب أنا النهاردة لما يكون عندي ستمائة ألف فدان هينزارعوا على مدار أربع سنوات مثلا طيب الستمائة ألف فدان مش محتاجين لمصانع هيحتاجوا مصانع أيضا ما أنا عايز مصنع بنجر الصبح في الفرفرة عشان أعلى نسبة سكر بتطلع من أرض الفرفرة حاليا النهاردة في ناس زرعة بنجر في منطقة أبو هريرة اللي تابع المركز ومدينة الفرفرة البنجر ده بيسافر النهاردة لبرج العرق الطن بتخسم عليه خمسين جنيه طيب أنا لو عنده مصنع بنجر في الفرفرة طن البنجر هيطلع لي 300 كيلو سكر وطلع لي 500 كيلو عالف وطلع لي 300 كيلو ملاس يبني عندي البرسيم الحجازي اللي بنزله على مدار سبع سنوات في الأرض بدل ما أجيبه بحري في ظل أن الفرفرة النهاردة عاملة تنمية صروة حيوانية في بحري هستغل البرسيم الحجازي عندي وهطلع نسبة بروتنات عالية يبني هعمل مصنع ألبان يبني هعمل تنمية للصروة الحيوانية يبني أنا مش هحتاجة استورد لحمة من برة يبني الفرفرة النهاردة هتغني مصر يبني هي قاطرة الأمل وهي بوابة المستقبل يبني تزليل كافة الجهود من كافة الحكومات المعنية في مصر بتسخير كل شيء لبوابة الأمل يبقى فيه منظومة متكملة يبقى فيه مجتمع بيساعد على ده سواء في مساكن للناس اللي عايشة هناك أو هتاخد هناك أراضي سواء مصانع بتكمل الزراعات الموجودة دي يعني صناعات مكملة للزراعات الموجودة دي وتوفر المجبور عايز مكتب تصدير الصовых بضبط من عايز مكتب تصدير للخضاع من عادي فاكة في الفرفر هايز أعمل مكتب تصدير بدل ما يشيل من هنا أو من هنا أو أجيل من الفرفر أود العبور أو أطلع من الفرفر المصدير يبقى عندي مكتب تصدير لازم يكون الدور مفاعل والمنظومة متكاملة أنا زراعة أرض يبقى مطلع ما الأرض كذا أودي فين أودي المكان الفلان المكان الفلان ده هيخصصه كذا مصنع البنجر الوردية الوحدة في مصنع البنجر خط الانتاج الواحد بياخد ألف عامل خط الانتاج العلف هياخد 500 عامل الملاز هياخد 300 عامل يبقى أنا عملت عماله وشغلت وفتحت أفاق جديدة بمصنع واحد أي نعم تكلفته فوق المليار ونصف بس إحنا عندنا رجال أعمال المستثمرين بقلب اللي هو هياخد أراضي ده ما يكمل بقى جميله ده دعوة لرجال الأعمال وحيكسبه يعني هل ينفع أن يفلاح الفرافرة النهاردة بعد ما يطلع من الفرافرة بخمسة كيلو ما يعرفش يقول ألوه يعني خمسة وتسعين كيلو من بعد الفرافرة لحد منطقة أبو منجر منعدمة من الشبكة خالص مفيش إرسال خالص لا مفيش تليفونات كل الشغل على التليفونات الأرضي الشبكات التلاتة مششغلة عندهم يعني عشان واحد يطلع يتكلم النهاردة لازم يجب في مكان عالي مرتفع ويفتح السماعة مثلا عشان يعرف يسم أو جايبين التليفون الجديم وعملين له إريال بس أنا عايز أقول حرارك اللي أنا عادة في وسط البلد وإرسال الشبكة اللي أنا مش هقولها لإسماء عشان مفضعهم ما بيشتغلش في وسط البلد يعني حضرتك عادي ده وضع بس أنا ممكن لو مشيت في الشارع حلاقي شبكة لأنا عندي ممكن تكون الشبكة من عادة يعني إحنا فعلا محتاجين لشبكة طب وانتوا ليه حضرتك ليه ليه أكيد يعني من رئيس جهو المسؤولين السادة المسؤولين يعني ليه ما طرحتوش مشاكل الواحة بالمرة يعني وعادة عادة إحنا بشوف في الأفلام كده اللي هو الناس ما بتصدق المسؤول ييجي عندهم علشان يبتدوا يقولوا المشاكل لأني محدش بيسمع في العادي ما عادش هينفع تكاسل في مركز ومدينة الفرافرة بعد زيار السيادة الرياض ولن يسمح أحد من أهل الفرافرة بس قلتوا للرئيس الحكومة للمشاكل دي قلتوا للناس المسؤولين لفزارة الزراعة لفزارة الاتصالات قلتوا الكلام ده قلتوا المشاكل دي ولا لأ هو ما لما نزل الفرافرة ما لجاه الشبكة بطبيعة الحال فلازم يسأل ما في الشبكة ليه يعني المشروع اللي قائم ده حاليا فيه شبك عشان ده جريب من منطجة الشبك لكن بعد ما اطلع من الفرافرة واخد طريق الدخل 95 كيلو المنطجة ابو منجر ما في الشبكة ابو منجر 15 كيلو فيها شبكة بعد كده بمشي 180 كيلو ما في الشبكة لأن من الفرافرة من واحة الفرافرة الواحة الدخلة دي 300 كيلو فهم 15 كيلو اللي فهم شبكة وبعد كده ما في الشبكة تمام الدخل بتاع الفرافرة أكتريته من إيه هل هو من السياحة أكتر ولا من الزراع أكتر ولا في دخل أخر من الزراع من الزراع أكتر من نسبة كم في المئة من الزراعة؟ من نسبة مئة في المئة هي زراعة لكن السياحة ضعفت في الفترة الأخيرة السياحة لو كانت تعتمد على رحلات السفاري عشان وجود الصحراء البيضاء وجود الحمامات البقرية وجود الأماكن السياحية الألمان دائما بيفضل أنهم ينزلوا فيها ورحلات السفاري الموجودة هناك لكننا لدينا تقصير لا ندعم البلد من داخل البلد نحن دائما نتكلم عن السياحة إيه يخلى الموضوع يتراجع في الفرافر السياحية نحن لا لدينا السياحة داخلية أصلا؟ نحن لا لدينا السياحة داخلية لا إزاي؟ المصريين عندهم هذا الوعي في الجامعات المصرية؟ في هذا الوعي أعتقد بقى مؤخرا بشكل أكبر من زمان نحن عندنا الناردة كام وعشرين محاوزة 27 وعشرين محاوزة ما فيش جامعة كده عمل يتباسين ثلاثة يروحوا الفرافرة يشوفوا المشروع اللي تعمل يشوفوا حتى يبلاش يشوفوا المصروع يروحوا يشوفوا صحرة البيضة الطفة الواحة الجميلة الفعلا البحيرات التي بها ملحية للعلاج حاجة رائعة الصحرة السودا مصر جميلة 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 بديعة يروحوا يتفرجوا على الحاجات بشيء يشوفوا المشروع يعني أنا بادعوا الناس بجد تروحوا واحدة الفرافرة بجد شيء من وراء الخيال في جماله صحرة البيضة من وراء الخيال محدش هيصدق للجمال ده كله بالتشكيلات اللي ربنا خلقها منحوطة على الصخور يعني مكونة تمثيل ولا أجدع يعني فنين يعني صلع الإلهي يعني سبحان الله محمية طبيعية وفعلا هي شفت المعتنى بيها يعني حتى هي محافظة يعني فيه أماكن معينة معمولة زي فعلا ممنوع الاقتراب من مكان ده بشكل أغنى منطقة بالكريستال وجبال الكريستال موجودة في الفرف طيب ده بطبيعنا النهار ده لما أنا أكون بعمل مشروع كبير في الفرفرة وبطرح 600 ألف فدان طيب أنا عايز علاج أنا عندي مستشفيات على أحدى استرازي وبقى كافة الأجهز أنا عايزة بقى حضرك مطالبك بقى من الحكومة ودلوقتي فيه مشروع بيتم في الفرفرة ففرصة للتفات لذي المنطقة لحد الممنسية من مصر مطالبك إيه بقى أنتوا مطالبكك بقى كأهالي الفرفرة وسكان الفرفرة إحنا مطالبنا إيه بقى وقال لي في واحد اثنين ثلاثة كده ووجه الرسالة للحكومة مطالبنا في الفرفرة أول حاجة تقنين وضع اليد ليه تقنين وضع اليد أنا عند أرض استثمار أنا عايزة في رسائل سريعة عشان فيش وقت تقنين وضع اليد بالنسبة للإستثمار وخارج الزمام عشان أنا هدفع فلوس يبقى الدولة هتعمل مشروع مكتب هيئة الاستثمار يتم تفعيله بالفرفرة راح لمواطن الفرفرة تمام الصحة في الفرفرة مش عايزين يدي بالمرض بأسعاف يمشي 600 كيلو أو النهاردة عشان نروح عصيوت يمشي 350 كيلو يكون عندي عناية بالأطباء وبالمرضى في مركز ومدينة الفرفرة الاتصالات في الفرفرة إحنا فعلا بنعاني من مسألة الاتصالات في الفرفرة خاصة ماشي من بعد الفرفرة ما فيش اتصالات يبهيئة الاستثمار تقنين وضع اليد قرار إحنا في ناس عندنا تعدت على أراضي وعملت أبار حفرت أبار بالفعل حفرت الأبار والأراضي انزلعت حيزين امتسالة للمحافظات الأخرى تقنين وضع الناس دي ووضعهم تحت هيئة الاستثمار تحت أي وضع بحيث أن إحنا ما نردمش البير هو رادي لده تعد هو تعدى وعمل بير وزرع بس حفر وزرع أرض نقنن وضعه كما يترأى للدولة وكما يترأى ويبقى فيه مصالحة لأن ده فلاح وزرع يعني هو إذا كان خطأ فخطأه في أرض ما خطأش في جرم العظيم أنا بشكر حريك جدا جدا على وجودك معنا أستاذ أحمد عيك جداوي رئيس الجماعية التعاونية الزراعية الخير والنماء بالفرفرة طبقا بشكرك جدا بشكرك على حضرتك نورت مناطق كثيرة بتمنى الحكومة تلتفت لهذا الكلام اللي طرحه أستاذ أحمد وده الفرصة يعني المشروع شغال هناك لتفتوا للجوانب الأخرى كملوا جميلكوا بشكرك جدا أفضل فقارتنا اليسا متواصلة معك ورجعين بس بعض الفرصة